بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا هذا هو اللقاء الخامس والعشرون من سلسلة أفلا تذكرون كما وعدناكم في اللقاء السابق أيها الأحبة سوف نخصص هذا اللقاء للنظام الغذائي الثلاثي وهو القائم على القرآن والغذاء والصيام هذا النظام أيها الأحبة سوف يمنحك سعادة هائلة وصحة رائعة جدا ويرفع النظام المناعي للجسم طبعا أيها الأحبة أسرار علمية كثيرة الصيام لا يقتصر على شهر رمضان أيها الأحبة الذي هو خير شهور السنة ولكن حتى نشعر بلذة هذه العبادة ونقبل عليها برغبة ينبغي أن نتعرف على أسرار هذه العبادة وأهم الأسرار العلمية للأغذية الأساسية المذكورة في القرآن الكريم وبخاصة خارج رمضان دعونا نبحر ونتأمل أيها الأحبة أهم شيء الاستعداد النفسي للصيام أنت عندما تصوم من دون هدف لن تشعر بأي لذة ولن تشعر بحلوة الصيام وستجد صعوبة كبيرة ولكن عندما تدرك الفوائد الطبية والنفسية والعلمية الهائلة جدا لهذا الأمر سوف تقبل عليه وسوف تستمتع بالجوع عندما تدرك ما الذي يحدث في خلايا جسمك عندما تجوع سوف تستمتع بذلك المؤمن الذي يدرك فوائد الصيام في الدنيا والنعيم الذي ينتظره في الآخرة بلا شك فإنه سيقبل على هذا الصيام بطاقة هائلة وحالة نفسية مطمئنة ويتلهف للمزيد من هذا الصيام هذه الحالة النفسية ترفع وتنشط النظام المناعي كما قلنا النظام المناعي للإنسان له علاقة قوية جدا بالحالة النفسية للإنسان على فكرة يعني مريض سرطان ربما لا يعلم إذا أخبرته فجأة ربما ينهار النظام المناعي ويموت خلال فترة قصيرة الذي يعني طاقته الإيجابية كبيرة وحالته النفسية أعلى فإنه ولا يتشاءم طبعا يتفائل دائما يتفائل بالشفاء بالفعل لديه احتمال أكبر بكثير للشفاء من ذلك الشخص اليائس أو المحطم لماذا؟ لأن نظام المناعة أيها الأحبة يتأثر جدا بالضغط النفسي لذلك يعني هذا الأمر قل ما يذكره الأطباء لنا مثال بعض الفيروسات التي تنتشر اليوم في العالم هذه الأوبئة المعدية ما الذي يجعل نظامك المناعي قادرا على مواجهتها يعني حيث يدخل الفيروس ويخرج ربما لا تشعر به إلا بشكل بسيط ما الذي يحدث؟ النظام المناعي كلما كان أقوى كلما استطاع التعرف على هذه الفيروسات والتخلص منها والتهامها سريعا فلا يتركها تتكاثر طيب هذا النظام المناعي كيف أحصل أنا على نظام مناعي قوي؟ من خلال اطمئنان القلب والحالة النفسية الهادئة والشعور بالسعادة والابتعاد عن الضغوط النفسية طيب كيف أحصل على هذه الحالة؟ باتباع تعاليم القرآن باختصار لذلك أيها الأحبة يعني الصيام يجب أن تعلم عزيزي المشاهد أنك عندما تمتنع عن الطعام والشرب فإنك تعطي فرصة للنظام المناعي لممارسة مهامه بشكل أقوى النظام المناعي يعمل بطاقة أعلى بكثير في حالة الجوع والعطش سبحان الله يعني هذا من بركة وحلاوة ولذة الصيام فأنت عندما تجوع لا تظن أن الله تعالى يريد أن يضيق عليك أو يجوعك أو يضرك لا الله تعالى يريد لك الخير لذلك هو يعلم هذا الخالق العظيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هذا الخالق العظيم هو الذي خلقك أيها الإنسان وخلق لك هذا الجسد وخلق نظامك المناعي وهو يعلم أن أفضل شيء لتقوية النظام المناعي هو الصيام ففرض عليك الصيام تأملوا أيها الأحبة هناك بعض الجهلاء ممن يقولون إن الصيام ليس مفروضا هؤلاء للأسف مساكين لم يدركوا حلاوة وفوائد الصيام والله الإنسان عندما يدرك هذه الفوائد لا يتركوا الصيام أبدا لا يتركوا أبدا فوائد هائلة جدا أيها الأحبة أنا أتمنى أن يعني كل واحد منكم أن يذهب إلى مواقع غربية علمانية وليست إسلامية جامعة هارفارد المجلة الطبية البريطانية وجامعات كثيرة أجرت دراسات على الصيام جامعة كاليفورني أيضا ووجدت شيء مذهل مذهل جدا أيها الأحبة فعندما تتذوقون هذه المعلومات فإنك تتذوق حلاوة الصيام وتستمتع بهذا الصيام لذلك الله تعالى عندما قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كُتِبَ ليس اختياريا وليس يعني هي نزهلة هو مفروض عليك ثم إذا كان الصيام غير مفروض لماذا يخصص الله سبحانه وتعالى بابا من أبواب الجنة اسمه الريان لا يدخله إلا الصائمون لماذا يقول في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لماذا يقول وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون لماذا يقول يأمرنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه فعل أمر ثم يأتي ما يقول هو اختياري تدفع كفار للمسكين مثلا تطعم مسكينا لكي لا تصوم يعني هل الله تبارك وتعالى يعطينا أشياء لنتبع الهوى الإنسان أيها الأحبة لو أن هذا الأمر كان صحيحا كل الناس يتبعون هواهم ولا أحد يصوم لأن الإنسان يجهل هذه الفؤاد ولكن الله فرض علينا هذه العبادة فرضا طبعا هو المفروض شهر هو شهر رمضان بقية السنة طوى فرضها علينا لأنه يعلم ما يصلحنا وينفعنا ويزيدنا سعادة ويزيدنا قوة الصيام أيها الأحبة هو السلاح رقم واحد في التخلص من السموم واليوم نحن نعيش في عصر مليء بالتراكمات والتلوثات الماء الذي نشربه ملوث الهواء الذي نستنشقه في نسبة من التلوث كاسيد الرصاص وغيرهم الطعام الذي نتناوله ملوث فأصبحت هذه التكنولوجيا سببا في إدخال كميات كبيرة من الملوثات كيف تتخلص خلايا الجسم وبخاصة الكبد من هذه السموم المتراكمة بالصيام وبالتمر يعني كغذاء الغذاء رقم واحد هو التمر للقضاء على السموم وإخراجها من الخلايا والتخلص منها والصيام هو النظام أيضا رقم واحد حتى إنهم يسمونه عملية بلا جراحة الصيام عملية بدون جراحة الصيام يؤدي إلى استنفار الخلايا النشطة فتلتهم هذه السموم تلتهم العملية تسمى الالتهام الذاتي تحدثنا عنها حيث منحوا جائزة نوبل لعالم ياباني لأنه اكتشف سر هذه الآلية التي هي آلية طبيعية موجودة في الكائنات وبخاصة الإنسان اسمها الالتهام الذاتي طبعا أيها الأحبة دراسات نشرت في المجلة الأمريكية لعلم التغذية السريري ارجعوا إليها تقول إن الصوم المتقطع المشابه للصوم عند المسلمين مهم جدا في علاج بعض الأمراض المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب والشرائيين دراسة أخرى نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لعلوم الحيوان تؤكد أن الصوم المتقطع متقطع يعني تصوم مثلا 16 ساعة تفترض من ساعة تصوم 16 ساعة تفترض من ساعة يومين في الأسبوع أو ثلاثة أيام في الشهر يعني هذا هو يسمى صوم متقطع هذه الدراسة في مجلة الجمعية الأمريكية لعلوم الحيوان تقول هذا الصوم أدى لزيادة فعالية اثنين من مستقبلات هرمون خاص يساهم في تنظيم استهلاك الجسم لسكر الجلوكوز واستقلاب الأحماض الأمينية عند الثديات بشكل عام هذه رحمة الله بالمخلوقات ليس فقط بالبشر كذلك الصيام يلعب دورا والكلام لمجلة الجمعية الأمريكية لعلوم الحيوان يلعب دورا في زيادة استجابة الأنسجة لهرمون الإنسولين الذي ينظم عمليات البناء والهدم للجلوكوز في جسم الإنسان طيب ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ دراسة أعدها مختصون في مجال التغذية ونشرتها الدورية البريطانية لعلوم التغذية تقول إن تغيير مواقع الوجبات وخفض عددها إلى إثنتين خلال شهر رمضان أجريت على مسلمين ساعد على زيادة استجابة الجسم لهرمون الإنسولين وذلك بالنسبة للأفراد الذين يمتلكون عوامل الإصابة بداء السكري طيب بالله عليكم ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ طيب خذوا هذه الدراسة باحثون بجامعة جرونوبل الفرنسية أظهروا في دراسة غريبة جدا دور الصيام المتقطع هو الصيام الإسلامي عندما نقول صيام متقطع هو الصيام الإسلامي لأن لديهم صيام مستمر يمكن أن يبقى شهرا كاملا على العصير أو على الماء أو على بعض أغذية وهذا النظام مضر جدا الصيام المستمر أنك تمتنع فقط تصوم على العصير وبعض الأشياء البسيطة فهذا مضر لأنك تحرم الجسم من فيتامينات وأملاح ومعادل مهمة وضرورية يحتاج لها بينما عندما تمتنع تماما لمدة 16 ساعة ثم تتناول ما تشاءت من ساعات فهذا يسمى النظام أو الصوم المتقطع هذه الجامعة أيها الأحبة الفرنسية وجدت أن هذا الصوم يساهم في خفض معدل حدوث بعض الأمراض اللنفاوية وفي بعض الحالات قللها إلى الصفر وهذه التجارب أجريت على بعض أنواع الثديات وأظهرت دراسات أخرى أيها الأحبة أن الصوم المتقطع يرفع من معدل النجاة بين الأفراد ممن يعانون من إصابات في نسيج الكبد وهذه الإصابات تمتلق قابلية للتحول إلى أورام في المستقبل الصيام يساعدهم على النجاة من هذه الأورام أيها الأحبة طيب هناك شيء آخر الهرم أو الهرم الشيخوخة وتجد أن إنسان لديه خلايا هرمة ومتعب ومثقل بالأمراض كيف يتخلص من هذه الحالة التعيسة التي يعيشها يقول لك العلماء بالصيام يعني أنا لدي هنا دراسات علمية تؤكد أن الصوم المتقطع قد ساهم في تأخير هرم الخلايا الدماغية وساهم في إبطاء نشوء مرض الزهايمر وهو تلف أعداد كبيرة من خلايا الدماغ الذي يفقد الإنسان فيه ذاكرته هذه الدراسة أيها الأحبة أجراها المركز القومي لبحوث الشيخوخة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني نحن نأتي بدراسات أحبة في الله دراسات لعلماء غير مسلمين وربما لا يتبعون أي ديانة أخرى فهي دراسات علمية بحتة سنن هذه السنن كونية الله تعالى يقول ولن تجد لسنة الله تبديلة قوانين كونية من يتبع هذا النظام يأخذ هذه النتيجة بغض النظر عن ديانته أو عقيدته أو مذهبه فالصيام المتقطع أيها الأحبة تؤدي إلى تأخير هرم الأنسجة الدماغية حسب المركز القومي لبحوث الشيخوخة في أمريكا طيب ماذا عن السرطان؟ هذا مرض مرعب والكل يخاف منه دراسة نشرت في مجلة علم النفس والغدد الصماء قام بها فريق من جامعة كاليفورنيا اكتشفوا أيها الأحبة أن الصيام لفترات متقطعة يؤدي إلى وقف انقسام الخلايا السرطانية وكانت فاعلية الصيام أعلى بكثير من الحمية أو النظام الغذائي المعتمد على التقليل استهلاك المواد لا يجب أن تمتنئ تماما طيب أليس هذا هو النظام الإسلامي في الصيام؟ لديهم آلاف الأنواع للصيام صيام على الفواكه صيام على العصائر صيام على الماء أحيانا صيام على بعض أنواع الأغذيام صيام على بعض أنواع الزيوت صيام كله أثبت فشله الصيام المتقطع اليوم اكتبوا على الإنترنت الصيام المتقطع وابحث باللغة الإنجليزية سوف تخرج لك مئات الدراسات والأبحاث عن النتائج المذهلة لهذا النوع من الصيام في علاج تقريبا معظم الأمراض لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد عندما أخبرنا أن هذا الصيام لا مثيل له لا مثيل له بالفعل طبعا أيها الأحبة أنا لدي هنا دراسة أيضا تؤكد أن الصوم المتقطع يعالج بعض الأمراض المتعلقة بالكبد والكلة والقولون والتي هي أمراض مستعصية وعجزة طب عن علاجها سبحان الله في الغرب يستخدمون الصيام لمعالجة التهاب المفاصل شيء غريب لعلاج ألام الظهر وبنجاح أيضا لذلك أيها الأحبة يعني عندما نقرأ هذه الفوائد ونقرأ هذه الأسرار عن هذا الصيام ونقرأ أن أن شركات الأدوية وشركات تصنيع الغذاء لا تريد لمثل هذه الأبحاث أن تصل للناس هل رأيتم إعلانا على أي سواء في الإنترنت على يوتيوب أو في التلفزيون عن فوائد الصيام هذا الإعلان سيدمر شركات الأدوية وشركات تصنيع الغذاء هل رأيتم بحثا أو إعلانا يرغب الناس بالإقلال من الطعام أم أن كل الإعلانات تروج لمزيد من استهلاك الأطعمة إذن أيها الأحبة ما هو الهدف الهدف أن هذه الدراسات التي أثبتت أن الصيام لديه قدرة هائلة على معالجة الكثير من الأمراض وإذا طبق الناس الصيام على الطريقة الإسلامية يومين في الأسبوع فقط بالإضافة لشهر رمضان كل أسبوع يومين بالإضافة لشهر رمضان والله ربما تسعين بالمئة من شركات الأدوية وعيادات الأطباء والشركات الأغذية تصنيع الغذاء ستفلس ثقوا تماما لو أن الناس طبقوا هذا النظام لذلك لا أحد من هؤلاء يرغبون بتطبيق مثل هذا النظام ولكن من رحمة الله علينا أن الله تعالى أمرنا به والنبي عليه الصلاة والسلام له عشرات الأحاديث في الصيام لدرجة أنه أخبرنا أن الله خصص بابا من أبواب الجنة فقط للصائمين وأن هذا الصيام يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا شيء مثله لا مثيل له وأحاديث أكتبوا على الانترنت أحاديث الصيام الصوم جنة وقاية وقاية من النار وقاية من الأمراض وقاية من الاكتئاب وقاية من أي شيء يخطر بالك فيه ضرر الصوم أيها الأحبة الذي يعني كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سيرة النبي كان يصوم طبعا خارج رمضان حتى تظن أنه لا يفطر وأحيانا كان يفطر حتى تظن أنه لا يصوم فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصيام وكان يرغب بالصيام وكان يعني يأمرنا بذلك بل إنه اعتبر أنه من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يوفه صيام الدهر كله هل يريد أن يضيق علينا هذا النبي لا لأن هذا النبي يعلم هذه الفوائد الكثيرة يعلم مصلحتنا أكثر منها والله تعالى هو الذي علمه وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة فهذا الإله العظيم وهذا النبي الرحيم عليه الصلاة والسلام يريد لنا الخير هو رحيم بنا أنت إذا عندك طفل إذا كان لديك طفل تحبه كثيرا ماذا تفعل معه تحاول أن تمنع عنه أي شيء ضار به مع العلم أن هذا الطفل لا يعلم ربما يلتهم أي شيء فأنت تحاول أن تمنع عنه أي شيء يضره وهو لا يعلم لأنك أنت أعلم منه كذلك أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منا بنا والذي علمه هو الله النبي لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام ولكن الذي علمه هو الله وجعله رحمة للعالمين قال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أيها الأحبة في اللقاء القادم إن شاء الله سوف نتحدث عن قلنا سنتحدث عن ثلاثة أشياء النظام الثلاثي القرآن والصيام والغذاء تحدثنا عن الصيام في اللقاء القادم سوف نتناول الغذاء القرآني والشفاء بالقرآن أيضا لنعيش حياة هادئة مطمئنة بتكاليف بسيطة جدا ونوفر الأمراض ونوفر المصروف ونوفر آلام الآلام المترتبة على هذه الأمراض نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا